السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف الخامسة الابتدائي ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الرابع وهو عنوانه ادوات التواصل الرقمي Digital Communication Tools طيب الدرس ده هنعرف فيه التواصل بين الاشخاص من خلال شبكات الكمبيوتر يقول لك يمكن استخدام شبكة الكمبيوتر في هواتفنا لو احنا بنستخدم شبكة الكمبيوتر في هواتفنا ليه اه طبعا بارسال الرسائل النصية وشراء شيء ما او اخذ دروس على الانترنت او تنزيل مقاطع الفيديو او تشغيل تطبيقات وبرامج دي التواصل بين الاشخاص من خلال شبكات الايه الكمبيوتر احنا بنرسل رسائل لبعض وبنشتري الاشياء من عن طريق المواقع المشهورة التسوق قبل الانترنت عن طريق مواقع امازون ونسوق وغيره واخذ الدروس على الانترنت عن طريق برنامج اه زوم او مايكروسوفت تيمز وتنزيل مقاطع الفيديو وتشغيل تطبيقات وبرامج طيب بيقول لك تستخدم الشركات والمؤسسات ايضا الشبكات يوميا لمشاركة الايه المعلومات طيب الشبكات دي اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من الشبكات خدناهم الدرس اللي فات او الفيديو اللي فات اللي هي الشبكة المغلقة والشبكة الايه المفتوحة الاثنين هدفهم واحد الاثنين هدفهم مشاركة المعلومات بس الشبكة المغلقة دي بتشارك المعلومات للاشخاص اللي هم جوه ايه جوه الشبكة طيب قلنا الانترنت عبارة عن شبكة كبيرة تجمع كل الشبكات ولا كذا الموجودة حول الايه العالم طيب تعالا كده نشوف هنا كده بيقول لك ايه ما هو الفرق بين الاتصال واجها الواجه هو التواصل الافتراضي التواصل الواجه ده اللي بيحصل بيني وبين الطالب في الفصل والتواصل الافتراضي ده اللي هو بيحصل بيني وبين الطالب اونلاين او عن طريق برنامج الزوم طيب تعالا كده نشوف هنا بيقول لك انترنت انترنت الايه الاشياء انترنت ايه هو انترنت الاشياء ده هو الذي يتكون من اجهزة منتصلة بالانترنت عن طريق الواي فاي يمكن التحكم بها سواء كنت بالغرفة نفسها او في مدينة ايه اخرى اه بص كده التليفون التطبيق نازل على التليفون اهو والتليفون متصل بالانترنت بيقول لك الحاجة دي متصلة بالجهاز اهو فيه هنا الجهاز اهو اه اللافتوب وهنا مقصود يعني ان ده كله عبر الشبكة ده ايه الانترنت طيب بيقول لك زي ايه مثلا انتعال نشوف انترنت الاشياء ده زي ايه كده اول حاجة مكبرات الصوت البلتوز المستخدمة لاستماع الموسيقى بعد اجهزة المنزل يمكن تشغيلها واقفاها باستخدام احد التطبيقات المخصصة ليازل امر عندك هنا الغسالة عندك هنا البروجيكتور عندك هنا اللمبة عندك هنا السماعات اللي هي مكبرات الصوت بالبلتوز دي اللي انت بتعمل اتصال للجهاز عن طريق اه عن طريق البلتوز وبعد كده بتبدأ ان انت تشغل ايه الجهاز او الغسالة فيه غسالات جديدة النظام اللي طالع جديد في الغسالات ان انت بتنزل تطبيق على الموبايل للغسالة وتبتدي ان انت تشغل الغسالة وتتحكم فيها من من على الايه موبايل ده كله طبع ايه يا جماعة او يدخل في تحت ايه التطور التكنولوجي زمان الحاجات دي مكادش موجودة كل يوم وكل ساعة ايه التكنولوجيا في تطور مستمر نجي هنا عندي حاجة برضو من انترنت الاشياء البلتوز او البلوتوز ايه هو البلوتوز ده البلوتوز ده هي تكنية شبكية تربط الاجهزة المحمولة اللاسلكية عبر مدى قصير لتشكيل شبكة نقل البيانات بين الاجهزة المختلفة طيب اقول لك تكنية شبكية شبكية ليه لان اكتر من جهاز لاسلكية شبكة لاسلكية مش متصلة بسلك شبكات نوعين سلكية ولاسلكية طيب عبر مدى قصير مدى قصير ده اللي لازم التليفونين يكونوا قريبين في نفس المكان ما ينبعش يكون تليفون هنا وتليفون في محافظة تاني وانهله بلوتوز لان هنا تكنية البلوتوز دي مرتبطة في ايه مرتبطة عبر مدى ايه قصير لتشكيل شبكة نقل البيانات بين الاجهزة الايه المختلفة طيب تعالى كده نشوف الشبكات وزويل همم طيب بيقول لك مزايا استخدام الشبكات لزويل همم اللي هي عملت مكبرات صوت بلوتوز وقراءات الايه الشاشات دي المزايا بتاع استخدام الشبكات لزويل همم كل يوم اه التكنولوجيا بتوفر او بتوفر حاجات للناس اللي هم زويل همم دول علشان يقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا ويتعاملوا مع الحاجات دي طيب كان فيه طالب يوضع حاتم يستخدم شبكات الكمبيوتر يوميا ويعاني من ضعف البصر طبعا كان بيسماع الموسيقى عبر مكبرات الصوت بالبلوتوز ومتابعة موقعه لاليكتروني المفضل بنك المعرفة المصري لانه يحتوي على الكثير من المعرفة المشوكة والممتعة طيب اه ده بيقول لك يعني ان هو ضعف البصر اه اه بيتوفر لهم اللي هي مكبرات الصوت عن طريق الايه البلوتوز عشان ايه يندانوا ان هم يسمعوا ويتابعوا الدروس بتاعتهم عن طريق الايه السمع وطبعا قراءات الشاشات اللي هي بتخليهم ايه اللي هو بتخليه يشوف الشاشة كبيرة او بتبقى مصنع خصيصا عشان ايه الناس اللي هم ضعف البصر ده طيب اه وهنا تكون انتهت حلقتنا ان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك مستر رحمد عادل هتلاقوا ان شاء الله الفيديو على الصفحة ولينك الصفحة موجود تقدر انتشرفونا واتبعوا كل الشرح الدروس والمراجعات والامتحانات على الصفحة شكرا لكم طبعا العرض نفس الكلام برضو ومتاخذ من بنشرح من العرض اللي عامله الاستاذ محمود ياسين الشافي ربنا يبارك له واجعله في بزان حسنات عرب اشتركوا في القناة